السلام عليكم اهلا وسهلا ايد مبارك سعيد وخا مع تلاشي شوية اليوم غادي نحضر معكم المروزية انا صبق لي وحضرتها واحد العام شحال هادي قلت غادي نعودها بالتحضير خصوصا ان التصوير احسن واوضح طبعا بنسبة المروزية كانحتاجوا هاد الحيمات ديال الغنمي اللي تكونوا فيهم العظام بزاف المليجات عندي هنا تقريبا واحد جوج كيلو واحد جوج كيلو ونص ديال اللحم بنسبة العطري يجمع القبار ديال راس الحانوت راني سبق لي وحضرت راس الحانوت في حلقة سابقة مع القصغيرة سكين جبير لخرقوا مع القصغيرة وشوية ديال اللي بزار شوية كنخلط هاد الشي كله بالماء ديال الزعفران الحور كناخد شعيرات الزعفران كنديرو في المحتكة تلقو وبذك الماء كانخلط هاد العطرية ما تديوش الزيت نهائيا كانخلط مزيان ذاك التوابل مزيان مزيان وكانحاول اللبس بهم ذاك الحيمات كندخلهم في الحيمة مزيان كل طريف كانحاول ندير فيه العطرية مزيان وكانشعل البطاقة للمهل وكانخليهم تقريبا واحد النص ساعة ثلاثين دقيقة يتشربوا العطرية دياله من بعد دير الملحات قدروا ديرو الملحاته في اللوول ديرت مع القصغير الملحة او حاسب الضوق وغادي ندير عويدات ديال القرفة واحد البصيلة كبيرة شديدها شلطها رقيقة بزاف باش تدوب في ذاك المرايقة وتجي ملبية صافي كانحرك ذاك اللحم عوثاني كانقلبو اه كل طريف كانقلبو بوحدو باش عوثاني كيتشرب العطرية مزيجيها الخرم زيان وكانغطي على هات الطواجن دياله تقريبا واحد ساعة حتى الساعة ومص ولكن على المهل بزاف البطاة تكون قليلة كانحتاج كيلو ديال الزبيب اللي كاناخد شوية ديال لمرقاد اللحم كانزيدو عليه زايدو حد كويس ديال الماء زايدو حد شوية ديال الملحة ثلاثة ديال معالق كبار ديال السكار او حاسب الضوق او لا تقدرو تعوضو السكار بالعسل انا ثلاثة ديال المعالق بالنسبة الكيلو ديال الزبيب ما جاتش حلوة بزاف وعويدات ديال القرفة وكانغطي على هات الزبيب على المهل كانقتل العافية وكانخليه كيطب على المهل وكي تعسل من الاحسن ديال عويدات ديال القرفة ماشي القرفة مدقوقة لان القرفة مدقوقة بحالك توصخ لمرقى صفي بعد واحد ساعة ديال المقانة عاد زيت خليت طياب كلما طب بلا زيت كلما كيشرب العطرية وكيشرب للداء احسن فالزيت كتدير عليه واحد الغلف ما كتخليهش يشرب مزيان ضيفو الزيت حتى يقرر بطاب للحمد قريبا تتبقى لواحد نص ساعة بالنسبة للزبيب انا من بعد ما طاب زيته معلقة كبيرة ديال الزبدة هذيك الزبدة كتعطيه واحد اللمعة زوينة بزاف وكتعطيهت الماضاق صافيا بعد ما طابت المروزية ديالنا انتو ما كتشوفوا المريقة ديالها الملبية انا ما كننشفهش بزاف كيخصني نخلي فيها شوية ديال المرقة كاي اللي كينشفها كيبقى غيز زيت فيها فلكم الحرية تقدروا تنشفوها صافيا وكنتصبوها كيفما كتشوفو هكذا فشيغ طيار ولا طاجين ولا اللي كان هو كل ما طاب الحم على المهل وما درتيوش طنجرة الضغط كل ما كيجي لديد بزاف هذا السر في الطواج انه في الماكلة على العموم انكم ما طيبوش في الكوكوت طيبو في طنجرة ما كتتقفلش صافي ذك زبيبته هو وجد كنناخدو كنديرو على الوجه تبارك الله جوش كيلو ونص راه توكل حتل تمانية ديال الناس نتمنى حلقة اليوم تكون لتلعجب ديالكم نتمنى ان انكم تجربوا طريقتي في المعوزية فهي انا شخصيا كتعجبني بزاف هي نفس الطريقة اللي كنت درتها هذه اعوام مازالك انطبقها ليومنا هذا الى عجبتكم حلقة اليوم وما تنسوش اشتراك في القناة الى كنت يزور جدد بيش وصلكم دائما الجديد وبصحة وراحة ن beautiful you you ترجمة نانسي قنقر